من ميرات الحرب الأهلية الأمريكية يعتبر انتخاب إبراهام لينكولين رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية عام 1861 ميلادية نقطة تحول بالنسبة للنزاع بين الولايات الجنوبية والشمالية حيث اعتبرت الفرصة لحل المشاكل المتعلقة بالحريات الشخصية وحقوق الأفراد هذا النزاع الذي أصبح الحرب الأهلية الأمريكية والتي كانت الأثقل وطأة على الشعب الأمريكي من حيث الخسائر من بين جميع الحروب التي شارك بها حيث مات أكثر من 850 ألف أمريكي أي أكثر من جميع الحروب الباقية مجتمعة احتفل هذا العام بالذكرى الخمسين بعد المئة لنهاية هذه الحرب حيث انتهت باستسلام الجنرال روبرت لي للجنرال يوليوس سيغراند بالتاسع من أبريل عام 1865 ميلادية هذه الحرب التي أسست اللغة السياسية الأمريكية منذ ذلك الحين وحتى الآن وما زال المؤرخون الأمريكيون يحققون فيما حدث حينها وأسباب هذه الحرب ونتائجها فلا يوجد شك حول إلغاء العبودية أو دعم العبودية من قبل الجنوبيين كسبب رئيسي فالولايات الكونفدرالية أي الولايات الجنوبية كالميسيسبي وكارولانا الجنوبية وفلوريدا وألوباما وجورجيا والويزيانا وتكساس كلها من الولايات المنتجة للقطن بشكل كثيف هذا الانتاج الذي يعتمد على العبيد كيد عاملة مما يعني أن الشماليين لم يكونوا مدفوعين للتحرير العبيد فقط للسبب الأخلاقي بل بسبب الخلافات بين ملاك الأراضي والنزاع على النفوذ بين الشمال والجنوب تضيف المؤرخة سوزان ماريكرانت الأسباب المختلفة لانطمام الناس للاتحاد أو الكونفدرالية التي تمع كشفها من خلال الشهادات والمذكرات والرسائل التي عثر عليها لاحقا بالإضافة إلى ردود الأفعال المختلفة ضمن الاتحاد تجاه إعلان تحرير العبيد الذي أصدره لينكلين عام 1863 ميلادية حيث تم تحرير العبيد في الولايات المعارضة للاتحاد فقط في حين أنهم بقوا عبيدا في الولايات الاتحادية وكان هذا قد تعارض مع وعود لينكلين في خطابه الأول حيث حاول طمأنة الجنوبيين أنه لن يتدخل في أملاكهم ومن ضمنها العبيد لأنها محمية ضمن القانون وبقي العبيد يعاملون كأملاك ضمن المراسلات الرسمية بين الشمال والجنوب حتى عندما نجح ثلاثة منهم في الفرار إلى أحد معسكرات الشماليين أثناء الحرب حين رفض قائد المعسكر إعادتهم إلى الكلوني الجنوبي الذي أتى يضالب بهم واعتبرهم قائد المعسكر من المصادرات عند نهاية الحرب كان أكثر من 186 ألفا من السود قد قاتلوا ضمن صفوف الاتحاد وشكلوا كتائب مؤلفة من العبيد الذين تحرروا أو من الذين فروا من الجنوب ورغم ذلك فقد عملوا باحتقار من الشماليين والجنوبيين الأمر الذي يناقض الفكرة السائدة عن الحرب التي قامت بسبب إضغاء العبودية ولكنها بقيت بشكل أو بآخر لبطرة طويلة بعدها اشتركوا في القناة